ثاني مباريات الأهلي تعادل جماهير الأهلي مستاءة مستاءة تحديدا من المدرب هاسي أغرب قرار في هذا الموسم ما بين الأندية الإبقاء على هاسي لا له مبرر لا له سبب لا له أي شيء قد يكون مقنع إطلاقا حتى بالأمس في البنش نرى تعامل هاسي مع اللاعبين غضب وزعل أنت هنا تعمل ضغوطات نفسية على اللاعب المفترض يكون أصلا القرار والهدوء من نفس المدرب تخيل بالأمس هدف الفيحاء أنا أقول لك هدف أهلاوي بامتياز أوسو وسلطان مندش هم كانوا في الأهلي الموسم الماضي وهم من سجلوا في الأهلي هذا الموسم الاستغناء عن هذا الثنائي أمر جدا غريب حتى الاستغناء عن لاعب مثل سلطان مندش كان يقدم معاك مستوى ممتاز وعداء ممتاز عودتوا ربما بأي من يحيا أو حتى عودتوا باللاعب بلاعبين ما كانوا بالقدر الجيد سواء محلين أو أجانب الأهلي كمنظومة وكأسماء الأهلي جيد والأهلي فريق يستطيع البقاء ولكن كإدارة وكعمل تدريبي أطلاقا الأهلي ليس بالشكل المطلوب أعتقد الأهلي يحتاج إلى صدمة نفسية وليس إلى صدمة فنية المباراة المقبلة في كأس الملك أمام الشباب ربما أمام فريقين يعانوا نوعا ما فنيا ولكن الشباب قد يكون أقوى كذلك على الأهلي حتى بالأمس أنت لعبت المجحد استغنت عن زيزيد البكر استغنت عن لاعب سعيد المولد ذكت البدلاء على ناحية الظهير الأيمان وحتى على نواحي وعناصر كثيرة داخل الملعب مش موجودة الأهلي ما يحدث فيه ليس وليد هذا الموسم إنما وليد المواسم الماضية هي عمل تراكمي من إدارة عبد الله المؤمنة إلى إدارة أستاذ ماجد النفعي الله ترجمة نانسي قنقر الله ترجمة نانسي قنقر